أهلا بك هناك صباح الخير أهلا بك طارق صباح الخير لك ولكل مشاهدين إذن ثلوج أمطار معتبرة وأجواء جد باردة هي الوضعية الجوبية التي سنسجلها بداية من يوم الاثنين سيكون فيها قدوم منخفض للضغط الجوي قدوم اثتراب جوي محمل بتساقط للثلوج وكذلك أمطار معتبرة مع أكيد تسجيل تراجع جد ملحوط في درجات الحرارة الدنيا وكذلك القصوى بداية من يوم الاثنين وقبل الحديث أكثر عن هذا الاثتراب الجوي إذن لا تزال النشريات الخاصة سرية المفعول على أغلب المناطق الشمالية الشرقية للوطن أمطار بكمية معتبرة تتعدى الخمسين ملمتر محلين إلى غاية متصف نهار اليوم وهذا على كل من ولاية زيوزو بيجاية جيجل ولاية سطيف ميلة قسنطينة وبرج بوعريج وكذلك حسب النشرية خاصة ثانية كان قد أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية فكمية الأمطار تعداد ستين ملمتر محلين وستستمر إن شاء الله في التساقط إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم تحديدا بكل من ولاية سكيكدا عن نابا الطارف جالمة وسوق هراس أيضا كنا سجلنا هبوب رياح جد قوية وحسب النشرية الخاصة ستستمر الرياح في الهبوب بسرعة تتعدى 80 كم في الساعة وهذا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا دائما فيما يخص الولايات الشرقية تحديدا بسكيكدا عن نابا الطارف بجاية جيجل أما الوادي توكورت وورقلة فسيكون فيه تطاير كتيف للزوابع الرملية أيضا تستمر الرياح القوية في الهبوب فيما يخص إن شاء الله كل من ولايات إذن باتنا بسكرة أملب واقي خنشلة بسا لمسيلة ولا جلال والمغير الرياح ستكون جد قوية تتعدى سرعتها 90 كم في الساعة وهذا إلى غاية صباحة يوم الغد الأحد إذن لاحظوا أن الأجواء تبقى دائما غير مستقرة فيما يخص الولايات الشرقية تحسن مؤقت في حالة التقص بداية من ظهيرة اليوم على الولايات الوسطى كذلك خلال يوم الغد الأحد الوضعية الجوية ستكون مشمسة ومستقرة وبداية من يوم الاثنين سيكون فيه منخفض للضغط الجوي عودة تساقط الثلوج فيما يخص أغلب المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية التي يصل علوها للألف إلى الألف والمائتين متر أمطار بكميات معتبرة تتعدى الخمسين مليمتر محلين كما نلاحظوا إن شاء الله على كل من عنا باسكيك دا سوق هراس قسنطينة بيجاية جيجل البويرة الجزائر العاصمة البوليدة المدية هذا الاستراب الجوي سيخص بكثرة أو سيكون أكثر اعتبارا ونشاطا على الولايات الوسطى والشرقية مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة كذلك تبقى الأجواء غائمة فيما يخص الولايات الغربية الأمطار ستكون ضعيفة لن تتعدى كمية حوالي 10 إلى 15 مليمتر محلين هذا الاستراب الجوي رح يميز إن شاء الله الولايات الوسطى وكذلك الشرقية بداية من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء على الأقل وحسب النماذج طويلة المدى فإن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة نسجل أجواء شتوية بامتياز استمارة تساقط للثلوج أجواء باردة هبوب رياح قوية وتساقط أمطار بكميات معتبرة إن شاء الله تكون أمطار خير بما يخص مشاهدين درجات الحرارة الدنيا والقصوى فأكيد مع الاثراب الجوي المرتقب يكون إن شاء الله بداية من يوم الاثنين درجات الحرارة ستكون جد منخفضة على كل من إن شاء الله نعم البيض مشرية قد تصل إلى درجة واحدة تحت السفر كأدنى مقياس قصنطينة سطيف أم البواقي برج بوعري ريج في حدود سفر درجة درجة واحدة فقط بيت السمسيلة وبوسحدة أربع درجات بيت لمسان ومغنية كذلك بمعسكر السواحل الوطنية ستقارب إن شاء الله بين سبعة إلى ثمان درجات فقط واللاحظوا أن حتى الولايات الجنوبية تحديدا بشمال السحرى منطقة الوحاة الجنوب الشرقي الأجواء كذلك ستكون باردة وقد تصل إلى سفر درجة بعين السفر وولاية بشار غردايا زلفانة المنيعة الوادي لمغير إليزي وجانات ستقارب إن شاء الله في حدود الأربع درجة فقط خلال الفترة الصباحية والمسائية القصوى أكيد ستكون منخفضة تقريبا على أغلب المناطق الشمالية للوطن حوالي 10 درجة فقط بين عامة والبيت 15 درجة بعين الدفلة والجلفة تيسمسيل توابوس عادة لمسيلة ستقارب 16 درجة على السواحل الوطنية بين حوالي 15 إلى 20 درجة أما المناطق الداخلية الشرقية فإن شاء الله ستصل أو لن تتعدى حوالي 15 درجة فقط الولايات الجنوبية كأعلى مقياس دائما بمرجباجي مختار وإنجزان في حدود 30 درجة أدرى 25 درجة إن صالح في حدود 22 درجة بشار 17 درجة غردايا زلفانة والمنيعة ستقارب إن شاء الله في حدود 18 درجة وكذلك على الجنوب الشرقي للإشارة الوضايا الجوية ستكون مغشة جزئيا فيما يخص الولايات الجنوبية مع دائما تطاير زوابع رملية حالة البحر خلال النهار اليوم إن شاء الله وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هائج إلى شديد الهيجان خاصة بدايتان من يوم الاثنين على السواحل الشرقية والوسطى ريح قد تتعدى سرعة 70 كم في الساعة اتجاه الأمواج الشمالي شرقي علو والأمواج يتعدى الخمسة أمتار خاصة على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية للوطن إذن على الأمواج الأجواء إن شاء الله ستكون غير مستقلة تماما ثلوج أمطار أجواء باردة رياح قوية إن شاء الله ستتميز أغلب الولايات الوسطى وكذلك الشرقية للوطن أكيد أكثر تفاصيل فيما يخص الوضايا الجوية ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة أشكركم على كلم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك طارق شكرا جزيلا لك أنا على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا فيما يخص مستجدات الوضعية الجوية نواصل وإياكم شاهدين الكريم